السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم تابعي قناتنا في فيديو جديد بدل يوم سوف نخصيصه لكيفية تسجيل في التحضيري أول شيء أدخل إلى المتصفح جوجل كروم ثم هنا في خانة البحث أكتب فضاء الأولياء ثم يخرج لموقع الفضاء أدخل إليه الآن تلاحظون هذه هي الخانة أضغط هنا على إذا كان لدي الحساب أدخل إلى الحساب وإذا لم يكن لدي أضغط على سجل أدخل أنا إلى حسابي لأنه عندي حساب من قبل وكما تلاحظون هذه الواجهة أيضا فيها مختلفة من الحالات تسجيل الدخول وتسجيل الجديد واستعادة كلمة المرور أنا كما قلت لدي حساب من قبل أقوم بالدخول بإدراج معلوماتي البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم بعد كتابة كلمة المرور أضغط على تذكرني حتى أستطيع الدخول بسرعة مستقبلا ثم أضغط على أنا لست برنامج روبوت ثم أضغط على تسجيل الدخول الآن هذا هو حسابي أو في فضاء الأولية أضغط هنا على تسجيل الأطفال لاحظ هنا تسجيل السن الأولى والإستثنائي أنا أنتقل إلى التحضيري هنا لاحظ هذه تنبيه هام أضغط على موافق ثم أسحب إلى الأسفل وأضغط على تم الآن لاحظوا هذه فيها تنبيه هام أضغط على تسجيل طفل جديد ثم لاحظوا هنا مراحل التسجيل المراحل الأولى هي معلومة الطفل فيها مختلف المعلومات الاسم اللقبلة ومختلف المعلومات أقوم بملئها بعناية وأسرع الفيديو حتى لا أطلع عليكم وبعد حج هذه المعلومات كلها معلومات الطفل أضغط على التالي ثم الآن أنا في المرحلة الثانية وهي معلومات أو اختيار المؤسسات لاحظوا هنا المرحلة الثانية كما قلت أقوم بملأ هذه المعلومات بعناية وأقوم أيضا باختيار سبب الإقامة القربعة إلى العمل أو الإقامة وأكتب عنواني الخاص أو عنوان العمل ثم أقوم بإدراج المؤسسات التي أرغب بالاتحاق بها لدي الحق في خمس مؤسسات يعني أنت تختار ما يناسبك أقوم باختيار خمس مؤسسات ويمكن تعديل أو حذف أحد الخيارات بالضغط على رمز سلة المهملات ثم أضغط على التالي بعد التأكيد والآن معلومات إضافية خاصة بولي التلمير أيضا أملأها بعناية ثم يعني هذه المرحلة الأخيرة أضغط على التأكيد ولاحظوا تم تسجيل الطفل بسهولة وكما تلاحظون لا توجد هناك استمارة من أجل تحميلها أو طباعتها وتلاحظون في أقصى اليسار أن الطلب سوف يتم معالجته وتقوم أنت بالدخول دوريا من أجل معرفة آخر المستجدات بخصوص تسجيل تلمير هذا هو الشرح باختصار أتمنى أن تكون وقات سافت من هذا الشرح المبسط نلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته